أو درزي مرزي هذا الشيء مايفرقنا عبدالله مايفرقنا على أننا إحنا أخوه إخوة إخوة يا حسن لكن اليوم هذا كله لا يهم بل وصلنا اليوم إلى أن أصبح غير المكترث هذا هذا إخوة التوحيد اعتبروه جزء ثاني من ظاهرة السوء هذه أيتردد فيها كيف يتصر وقل ما شئت يكاد يختفي صوى أن الشوائب ظاهرة في الأكواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة بس كثير نصحني أن أبقي هذا المقطع واليوم أجد فعلا الحاجة إليه مجددا فبعد مضي أكثر من عام أتفاجأ اليوم بحسن أبو فلة مرة أخرى يرجع يهوم حول الحنى ليس بفضاضة كلماته الأولى لكنها من جنسها والله المستعان ولم ينتبه إليه أحد كأنه كأنه تسلل بليل وقد أمن انتباه الناس ولكن الواقع المر أن كلامه الجديد وصل لكثير من أطفالنا وشبابنا ولم ينتبه ولم ينكر عليه أحد فيما أعلم فهذا إخوة التوحيد اعتبروه جزء ثاني من ظاهرة السوء هذه ظاهرة زعم الحياد والحق أن هذا حياد خادع فبسم الله نبدأ لكن قبل أي شيء دعوني أضرب لكم مثلا سريعة افترضوا أنني وأنتم هذه الساعة عطشها وقدم بين أيدينا هذه الأكواب الممتلئة بالماء ونحن نريد الماء فجاء أطباء وخبراء ينصحون ويحذرون ويقولون هذه الأكواب هنا غير صالحة للشرب هذه الأكواب وإن كان بعض أجزائها ماء فعلا لكن فيها ما يهلك أو ما يمرض ويضعف الآن هم طالما أهل اختصاص فسنسمع كلامهم طبعا خاصة وأن الشوائب ظاهرة في الأكواب ولا تحتاج إلى كثير نظر وتدقيق ثم جاءك الأطباء أنفسهم جاءك أصحاب الاختصاص والعلم فقالوا لك حتى هذه الأكواب هنا وإن بدت صافية لك كغير متخصص لكنها أيضا فيها شوائب قد لا تميزها أنت لكنها في الحقيقة فيها ما يهلك ويمرض فيأخ التوحيد أخبرني أخي من سيقدم على الشرب من هذه لا أحد لا أحسب عاقلا سيفعلها خاصة إذا علمنا نحن العطشة يقينا أن هناك بين هذه الأكواب كوبا نقيا لكن الأمر يتطلب بحث وسؤال لأهل الاختصاص فالمقصود لن نقدم على الشرب من أي شيء حذر منه المختصون أليس كذلك؟ حتى إذا زاد عطشنا فهذا لن يزيدنا إلا اجتهادا وبحثا للوصول إلى ذلك الكوب الذي يجيزه أولئك الخبراء ولن يؤثر حينها إن كان هذا الكوب وحيدا إن كان الماء الذي فيه قليل لن يؤثر سنسعى ونشرب من هذا الكوب فقط هكذا هي الحال الطبيعي للعطشة مع هذه الأكواب وبنفس الشيء بنفس المنهجية ونفس التصرف هكذا فلتكن ردة فعلنا أمام افتراق الأمة اليوم فنعم اليوم هي ميلل وفرق ونحل وأحزاب وشلل وقل ما شئت كأكواب الماء هذه الذي قدمت لي وله لكن ما الإجراء الطبيعي؟ كيف يتصرف العاقل أن يحرص أن يشرب من الكوب السليم يسعى ويسأل ويشتهد بما يستطيع؟ أليس هذا مفهوما؟ أيتردد في هذا السعي أحد؟ بارك الله فيكم حتى يا إخوة هؤلاء الأطباء كيف تكون نظرتنا إليهم؟ سنراهم في أعيننا أنبل الناس سنعلم أنهم ولو اشتدوا في ألفاظ تحذيرهم أن نباعثهم الرحمة بنا وأنهم يريدون نجاتنا أليس كذلك؟ طيب لماذا أذكر هذا؟ لماذا أضرب المثل له وأقرب معناه لك؟ أخي لأن هذه النظرة اليوم تهتز حديث الافتراق وتلك النصوص التي في معناه بعض المنتسبين للإسلام لا يؤمن بها عمليا يتصرف وكأن الوحي لم يشر إلى هذا المعنى بالمرة عند التطبيق ينساها يتركها وما ذلك في الغالب إلا لأن هذا سينفر طائفة منه فهذا يعارض قصده تجميع الناس حوله أو تحصيل الثنائم المتابعيه أو مشتركيه أو تلاميذه فواقعه أنه لا يريد أن يغضب أحد لا يريد أن يرد على أحد ولا يخطي أحد بين الحق والباطل لأنه لا يريد أن يغضب أحد هو لا يتصرف عمليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي وكلها في النار إلا واحدة لا أبدا أصلوا فكرة الاكتراث بنجاة نفسه بين هذه الملل والفرق هذه غير واردة أصلا هو غير مهتم بها هذا الهم اليوم يكاد يختفي بل هو حتى لو اطمأن لنجاة نفسه تجده يتعامل مع الكل كأن الكل ناجم فلا ينصح أحدا ولا يحذر أحدا وينبه أحدا واقع أنه لا يحمل هم إنقاذ أحد من هذا الوعيد وهو وعيد شديد كلها في النار إلا واحدة أي من ينحرف عن هذه الفرقة الناجية فهو متوعد بأن يعذب بالنار بقدر حرافه والعياذ بالله لكن اليوم هذا كله لا يهم بل وصلنا اليوم إلى أن أصبح غير المكترث هذا وغير المهتم داعية نشيطا إلى هذا السلوك الاكتراثي هو يدعوك أن تبقى غير مكترث بهذا الخلاف بين الفرق والملل هو يدعوك أمام هذا الاختلاف بين الحق والباطل أن تبقى محايدا حيادا باردا وفارغا هو يقول لك كن مثلنا وانضم إلى الاكتراثيين كان يتخيل هو يأتي يقول لك إياك أن تكترث من أي الأكواب شربت فكل هذا لا يهم وأما خلاف هذا الحياد فيخبرك أن هذا تشدد وغلو وأنه وصايع على الحريات أو احتكار للعقيدة الصحيحة إلى آخر هذا التخويف والتنفير والأمر ليس كذلك والله المستعان أطلت عليكم معلش الآن اسمعوا معي ما سمعه الملايين من نشأ المسلمين اسمعوا لكلامي حسن أبو فلى الجديد حينما سئل هل أبو فلى شيعي؟ هل أبو فلى شيعي؟ ها؟ هل أبو فلى شيعي؟ شنو فائدة الجواب هذا؟ مانيفة هل أبو فلى شيعي أم سني؟ شن فائدة؟ ما في أي فائدة بالموضوع لو إني الشيء ما سفتشك لو إني السني ما سفتشك ما في أي فائدة بالموضوع الله أكبر ما تستفيد شيء؟ هناك يا حسن أحكام شرعية وولاء وبراء تتوقف على هذا هناك حقوق لك كمسلم سني تعتقد اعتقادا صحيحا هذه لا ينالها من ينتسب لمذهب كفري أو بدعي نعم في فائدة هناك أثر في تعاملي معك محبتي لك تقديري لك فهداك الله كيف لا أستفيد شيئا من هذا السؤال؟ تتعامل مع من سأل كأنما سأل عن جنسيتك وأصلك أو عن فريق كرة القدم الذي تشجعه أو عن طعامك المفضل أو إلى آخر أمور الدنيا هذه لكن هنا السؤال عن الدين السؤال عن الاعتقاد السؤال عن موقفك من أصول دينه من ربك الموصوف من عبادته من عرض نبيك صلى الله عليه وسلم ومن جلسائه وصحابته تقول إيش فائدة هذا السؤال؟ هناك واجبات على المسلم وأعمال قلبية تبنى على من تكون وأنت نعم هناك درجة من الحساسية تحدد بناء على دينك وملتك يا رجل نوع الدعاء يتحدد بمن تكون أنت هل أدعو لك بالهداية والتوبة؟ أم أدعو لك بالثبات والقبول؟ فهناك فائدة نعم حتى لو كان محتواك فقط ترفيه وتسليك ما تزعم فمن ذا الذي يقبل أن يجعل أولاده بين يدي رافضي مخذول ليسليهم ويرفها عنهم؟ أبسط شيء حتى تفهم ما أقول لك وما أقصد أنا أسألك من يتابع صهيونيا وقاتلا لكن يتابعه في مادة ترفيهية له هل هذه المتابعة لترفيه يقوم به هكذا شخص؟ هل هذه مقبولة عند أحد؟ بلاش من يتابع شاذا يفعل فعل تقوم لوت أو من يتابع مغتصبا للأطفال لكن يتابعه في محتوى ترفيه أهذا مقبول؟ بلاش مثلا يا حسن سبك أحد وشتمك لكنه فاتح قناة فيها محتوى ترفيه فقط أستقبل على أقاربك أو أفراد فريقك أن يتابع هذا الرجل الذي سبك؟ أم حينها سيكون مهما مسلكه وما فعل؟ فكذلك الأمر هنا سني، رافضي، جهمي، درزي هذه عقائد هذه قيمتها أعلى من قيمة أشخاصنا وأعراضنا ومصالحنا هداك الله يا حسن راجع نفسك إن كنت لا تدرك بعد مصيبة هذه الكلمات يا رجل يكفي أن أستفيد من هذا السؤال أنا أعرف هل هذا الشاب الذي أمامي معتزم بسنيته؟ هل هذا الشاب الذي أمامي معتزم بصلاح عقيدته؟ أم هذا كله عنده لا يهم؟ هو فقط شاب مصلحجي يهمه فقط تقبل الناس له ويكثر هذه الأعداد والمشاهدات لا حول ولا قوة إلا بالله عذرا لكن أنا فقط أريد منك أخي أن تلاحظ أن هذا الذي يتكلم هذا حينما ينتقد يقال لك يا أبا عبد الرحمن هذا صاحب محتوى ترفيه وحسب أريدك أن ترجع وتدقق وتلاحظ كيف لما أراد أن يتكلم هنا خرج من أسلوبه الهزلي في الكلام وأصبحت الملامح جادة إذن هنا هو قاصد أن يعلم قاصد أن يربي هو يكلم جادا مشاهديه من أطفال المسلمين ليتعلموا منه وليقتدوا به أفبعد ذلك أن نقول هذا مجرد محتوى ترفيه؟ وهؤلاء ليسوا مئة ألف مثلاً بل من سمع هذا التلقين ملايين فكفانا غفلا يا إخوة كفانا نكمل أجوكم يا جماعة عليكم بالضائفية ووالله راح تقتلنا عزيزي على المشاهدة صدقوني ولا مرغلا حاجي لو إني شيعي أو لو إني سمي أو لو إني سلفي أو درزي مرزي هذا الشي ما يفرقنا على الله ما يفرقنا على أننا إخوة إخوة شي ما يفرق إخوة يا حسن ما يفرقنا على أننا إخوة هداك الله هداك الله الدروز أصلاً غير مسلمين لهم رسائل مقدسة جاءتهم بعد القرآن لهم نبي آخر بعد نبينا بل اعتقدوا الألوهية في الحاكم بأمر الله وبلويهم كثيرة هذا غيض من فيض فكيف هؤلاء إخوة لنا كيف فلا أدري أنت يا حسن مدرك لما تقول أم تهذي هكذا وتهبد هداك الله وأنا يا إخوة أكرر للأسف هذا لم يسمعه مائة ألف مثلاً هذه الكلمات سمعها ملايين يا قوم ملايين ملايين من ماذا ملايين من أطفال ونشئ المسلمين الذين هم الآن يشكلون تصوراتهم الدينية الآن في عمرهم يعجنون يبنون الآن اعتقاداتهم يحددون الآن علاقتهم بربهم ودينهم والفرق والنحة التي أمامهم في الساحة فخطابه هذا مؤثر غاية ثم يقال لك يا أبي عبد الرحمن لماذا تغضب لماذا تنفعل عن نفسي أنا نهوني لقدامي الشيعي أو سني أو سلم أو ما يدع الشيو أو ما يدع الشيو لا يهمني ما سعني يطلبوا مشتركة بقناتي ما أنا سعي يهمني ما أنا سعي يهمني ما سعي يكبر خلا يلا يا جمعنا نعم علم وربي نعم علم أبناءنا أن الشيء المهم الاشتراكات والمشاهدات والجاه عند المتابعين علم أبناءنا أن هذا هو المهم فقط وأي شيء يقلل من هذا الجاه وينفر طائفة مني هذا لن أفعله هداك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وانظر الآن إلى الشر الذي فتحته علينا الآن هؤلاء الملايين من الأطفال أولادنا الذي يسمعونك كيف ستقول لهم بعد ذلك تعالوا صححوا عقيدتكم سيقولون لنا لا يهم سني شيعي درزي خارج دائرة الإسلام كل ذلك لا يهم اختر ما شئت من هذه العقائد فهي لا تهم سيرددون ما لقنتهم أننا كلنا أخوة وأن هذه طائفية رح تقتلنا سنسمعهم يقولون هذا وكل هذا في صحيفة سيئاتك كل هذا في رقبتك إذا كانت الكلمة من صخط الله تهوي بصاحبها في جهنم سبعين خريفة فكيف بدعوة إلى ضلال مبين تبلغ الملايين من أبناء المسلمين هداك الله والله أنا مشفق عليك أنا مشفق عليك أنا أتحسر عليك وحسرت الأخرى على مئات الدعاة وألوف المقاطع التي يبذل فيها النبلاء الغالي والنفيس لتعليم الناس الصواب وتنبيههم على الخطأ هؤلاء النبلاء يحاولون الوصول لأطفال المسلمين لينقذوهم وهم على كلمة واحدة صحة مذهبك وسلامة عقيدتك أهم شيء هذا فوق كل شيء هم على كلمة واحدة إياكم وفرق الضلال وأنت تأتي بعد ذلك تخذلهم تطعنهم من الخلف يا حسرة على جهودهم فنا لأجل هذا أغضب هذا يغضبني أنا يا حسن لن أغشك أنا أريد نجاتك ونجات من يتابعك لأن هذا يرديكم المهالك وإن لله وإن إليه رجعون ولن أطيل أكثر سأقف هنا حتى يكون هذا رسالة خاصة ومقطع خاص لحسن أبو فلا ما نراه ونسمعه ليس إلا أثر لهذا الجو العام من الاكتراث وأبو فلا هذا هداه الله نموذج وإلا فهو مزاج سائد اليوم أن المهم أن تكون متسامحا وإنسانيا ولا يهم دينك أو لا يهم مذهبك واعتقادك فلا تنشغل بهذا ولا تكترث له ولا تهتم له وانشغل في المقابل بدنياك باشتراكاتك بجاهك بكثرة التلاميذك بكثرة الثناء عليك بصورتك في عيون الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله أخى التوحيد إياك أن تخرج من هذه الدنيا إلا وأنت على سفينة الصحابة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلا وأنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين من العقيدة من التوحيد من دون زيادة وأفراط ومن دون نقصان وتفريط وأن يبعدنا عن سبيل الغرق والهلك يا رب يا رب وأكتفي بهذا القدر وسأترككم مع سؤال أحسب الآن أن أكثركم سيعرفوا الإجابة عليه بناء على ما سرق نراكم قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أبو فلا سوداني أحلى تحية لها السودان يمكن يمكن لا يمكن يمكن لا هل أبو فلا يدخل لا هنا أنا أقدر أعطيكم جواب صريح هذا السؤال الوحيد اللي أقدر أعطيكم جواب صريح أبو فلا يدخل الله يشوفه في ناس كثيرين حول يدخلون بس أنا ما قدرت والله دح ما ما قدرت ما تخبلت ما تخبلت الدخل ريحتك بتصير الجواب على السؤال هذا اللي هو الوحيد اللي أقدر أجاوب فيه لا شكرا للمشاهدة